وارجعنا لكم مشاهدينا ومعانا بقى في الستوديو نورنا استشاري العلاقات الأسرية لأستاذ يحيى فؤاد يحيى ازايك؟ يماني ازايك؟ مبارك ايه؟ الحمد لله تماما دايما بيكون لك طالة مميزة معانا في يوحكا أننا الله يساعدك أو الله وبنختار لك المواضيع الصعبة يحيق يعني سبيسي جدا مواضيع السبيسي اللي دايما بيبقى لك فيها رأي الناس كلها بتستنان أنا بشكرك بجد لأن المواضيع بتاعتك كمان بجد أنا ببقى مبسوط وأنا قاعد لأنني بتطلعي حاجات يعني ما بتطلعش اللي عندك الصندوق الاسود دي حقيقة أهلا بك معانا يا يحيى وندخل عطول في موضوع الحلقة النهاردة يمكن في التقديم كنت قاعد معانا في الستوديو سامة الشخصية العاطفية والشخصية العملية يعني أنا ساعد باب عاطفية جدا في أوقات وبيتهموني بأن أنا سازجة سازاجة اللي هو أنت كل حاجة بتفكري بعواطفك أنت مشاعرك غلبة على كل القرارات حياتك وكتير قوي حسيت فعلا أنا غلط وفيه شخصيات تانية نكحة جدا في حياتها بس يقولك ده شخصية عملية ده ما بيهزرش ده ماشي حياته بالورقة والقلم خلينا الأول نتكلم على سمات الشخصية العاطفية إيه أحسن حاجة فيها وإيه أوحش حاجة في الشخصية العاطفية وبرضو نقضها الشخصية العملية خلينا فاجئك بحاجة مهمة أيوة فاجئك وإيجابية بتاعتها عملية فيه اتنين محتاجين بعض بيعرفوا يتعاملوا مع بعض يعني لو أنت قاعدة في وسط ناس عاطفيين فأنت بالنسبة لهم واو تشبهنا شبهنا مين اللي بينتقدك الشخص العملي اللي هواخد كل حاجة بقولك إيه ولازم بإتقان ولازم بمواعيد وبمعايير معينة ده شخص بيسموه عملي وبيشور عليه أنه هو ناجح مع العلم أنه هو ممكن يكون فيهاش العاطفية صح بس هو ناجح في الشغل ناجح في إدارات حاجات تانية بس نادرا لما يبقى ناجح عاطفية يحيا فؤاد يحيا فؤاد أنت جيت على الحتة بجد اللي هو فيه شخصيات مرموقة جدا في المجتمع صح ووصلوا المناصب عالية جدا جدا في شغلهم صح وتيجي تقعد مع امراته بتعيط وهو فاشل عاطفيا تمامل في البيت وفق ومع عياله يعني طول الوقت بيشتكوا منه ومع انه بره بيمجدوه يعني لسه مكلف الموضوع ده آه عاملينه إله دي حقيقة هو ممكن يكون مدير في شركة أو صاحب شركة أو رجل عمال كبير جدا وناجح جدا يعني وفوق الوصف صح بس هو فاشل عاطفيا صح هون بيعرفش يدي مشاعر هو يعرف كويس جدا يجيب لك أحلى هدايا وعشان كده مين اللي بينفعيش معاه الشخص اللي بيحب الجفت اللي بيحب الهدايا الهدايا اللي هو دايما طول الوقت مبسوط بالشنطة السينية بالسفرية هو بيعرف يعمل كده فبعرفش يدي مشاعر مشاعر حقيقية فعشان كده في حد تاني ممكن يقولك تغور كل ده ما هو هنا بيعوض هو عارف ان عنده خلل في المشاعر لأ فبيجيب هدايا عشان يعوض انه ما بيقولش كلام حالو هو عارف كويس جدا انه ما عندهش حاجة وحشة بس هو بيعمل ايه؟ بيعرف يدي اللي بيعرف يديه هو بيعرف يدي اللي بيعرف يديه بس فهو بيعرف يدي هدايا يعرف يدي فلوس لكن ما يعرفش يدي مشاعر هو سفر مشاعر فهو تربى في بيت اتنشأ في بيت عملي جدا يقدسه الحياة العملية جدا ما عنده مش مشاعر ما عنده مش هزار